البرلمان العربي يتبنى قرارا مؤيدا لموقف المغرب في قضية الهجرة غير الشرعية ويؤكد دعمه لحقوق مصر والسودان في مياه النيل رئيس الاركان يعود الى القاهرة بعد زيارة رسمية للكونغو الديمقراطية والسودان وفي الاقتصاد المالية تعفل عالقين بالجمارك من اي غرامات النتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية وتمنح الاولوياء بالمنافذ للصلاع الاستراتيجية نشط الثانية من التلفزيون المصرية اهلا بحضراتكم اكد رئيس البرلمان العربي عادل ابن عبد الرحمن العمومي رفض البرلمان العربي لقرار البرلمان الاوروبي تجاه المغرب مشددا على رفض اي قرارات استفزازية او استهداف او تعالي ضد القضايا العربية كما اكد الموقف العربية ثابتة والدعمة للقضية المغربية للأسف البرلمان الاوربي اعطى نفس حق ليس من حقه وهو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفرض هيمنته المرفوضة والمدانة من جانب البرلمان العربي نتمنى ان تكون الجلسة اليوم رسالة واضحة وصريحة وغوية للبرلمان الاوروبي لكي يعيد النظر في استراتيجية التعامل مع الدول العربية فالدول العربية دول عضوة في الامم المتحدة دول ذات سيادة على جميع الامم والكيانات احترام هذه الامور التي تتماشى مع المبادئ والعراف الدولية نؤكد كذلك رسالة خاصة للاخوة في المغرب العربي على رأسهم جلالة ملك المملكة المغربية بأننا كبرلمان عربي حريصين على ان نكون شركاء في الدفاع عنهم أن نقوم بدورنا في تأدية واجبنا كبرلمان عربي في الدفاع عن المغرب وسيادة المغرب ومكانة المغرب مؤكدين لجلالة الملك بأننا نقدر عاليا ما قام به في أن تكون المغرب في صدارة الدول التي تحارب الهجرة القير شرعية والتي تتعاون مع جميع الأطراف على رأس الأطراف الأوروبية في منع هذه الهجرة بالشكل المرفوض والتي لا يتماشى مع الأخلاق الدولية كان البرلمان العربي قد تبنى قرارا رفض فيه بشكل قاطع بيان البرلمان الأوروبي مطلع الشهر القاري بشأن سياسات المغرب في قضية الهجرة وخلال جلسة خاصة بدعم المملكة المغربية اعتبر البرلمان العربي ما تضمنه البيان الأوروبي تسييسا مرفوضا لجهود المغرب في الهجرة واستنكر أعضاء البرلمان بشدة الإصرار الأوروبية على التدخل في مشكلة تنائية يتوجب حلها بالتفاوض المباشر وفي الوقت ذاته دعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى مراجعة استراتيجية تعامله مع الدول العربية والكف عن فرض هيمنته المرفوضة ولمزيد من المتابع ينضم إلينا السفير جمال بايومي مساعد وزير الخارجية الأسبق سيادة السفير بعد التحية ما الذي يعنيه قرار البرلمان العربي بالنسبة للعلاقات مع نظيره الأوروبي وهل يشكل هذا القرار ضغطا كافيا لإعادة تقييم القرارات الأوروبية في رأيك هي رسالة طيبة في اتجاهين واحد أننا سنقف خلف المملكة المغربية الشقيقة بكل قوة لأنها فعلا تمارس ضبط النفس في مسألة الهجرة غير المشروعة وكلنا نفعل ذلك ولعلك تابعت طبعا الشكر الذي يوجه لمصر عدة مرات أنها تقوم بسياسات ضابطة جدا لموضوع الهجرة غير المشروعة بل أن مصر تعتز أنها تستضيف الملايين من أشقانها من السودان، من سوريا، من لبنان، من فلسطين دون أن تجعل منهم وسيلة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي هو بحاجة إلى سكان لكن على أن يتدفقوا إليه بطريقة مشروعة وقانونية الرسالة الثانية هي للبرلمان لأن لدينا تجربة جيدة للغاية وهي البرلمان الأورو متوسطي كانت هناك علاقات طيبة في إطار البرلمانيين في البلدان العربية المطلة على المتوسط وقرى نائهم في الجانب الأوروبي في الشمال من البحر المتوسط أيام الدكتور فتح السرور والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس الشعب المجلس النواب الحالي يالي تاني نستمر في هذه التجربة لأن طبعا المواجهة مطلوبة لكن لا بد أن تنتهي المواجهة بالحوار لأن طبعا البرلمان الأوروبي ينتمي إلى أهم شريك تجاري للعالم العربي ولوه مصالح كبيرة جدا معنا وبالتالي أظن أنه حتى الحكومات الأوروبية أحيانا تتضرر من البيانات التي تصدر فيها حدة من البرلمان الأوروبي مختلف اتجاهاتي سيدة السفير برايك برايك سيدة السفير هل يمكن أعتبار بيان البرلمان العربي دافعا للخراط إسبانيا والمغرب في محادثات من أجل حل هذه الأزمة؟ هذا هو المقصود والأهم منه أيضا أن يكون هناك حوار بين البرلمان العربي وبين البرلمان الأوروبي ولدينا بقول تجربة جيدة عندما كانت الدول العربية المطلة على المتوسط لها حوار منتظم حتى أن رئيس البرلمان المصري كان يرأس الحوار البرلماني الأورو متوسطي وهذا دليل على الاهتمام بالدول العربية وبمصر فلنكمل هذا المجهود الجيد برد مصادر عن البرلمان الأوروبي بأن ندخل في حوار لأن في النهاية ليس بيننا وبين الاتحاد الأوروبي عداء بل الحقيقة كانت أقرأ أن الاتحاد الأوروبي كثيرا ما يقف معنا في مسألة المستوطنات التي تقيمها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ويرفضها لديه موقف جيد بالنسبة لليبيا لديه موقف جيد بالنسبة للغاز والبترول في الشرق المحر المتوسط واعتبار مثل نقطة اتكاز لتجارة الطاقة بأشكالها سواء الغاز أو الكعرباء أو البترول إذن نحن نتكلم عن طرف لدينا معه بصفة عامة علاقات حميدة ومن أجل هذا لابد من الحوار بشكل أساسي أشكرك سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا عبر الهاتف وفي الجلسة نفسها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الأمن القومي العربي وقضايا الأمة العربية البرلمان العربي حريص كل الحرص على دعم ومساندة كافة الجهود التي يبذلها قادة الأمة دفاعا عن غضايا شعبنا العربي وصون مقدراته ورفعة شأنه في كافة المجالات ويطيب لي بهذه المناسبة أن أقدم باسمكم جميعا التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي تشرفنا بتكريمه ومنح فخامته وسام القائد وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورأساء الدول تقديرا وعرفانا لدور فخامته الرائد في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع على الأمن الغوبي العربي في أحلك الظروف التي مرت بها أمتنا العربية كما أكد رئيس البرلمان العربي عادل أسومي دعم البرلمان العربي للحقوق المشروعة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل ودعم مواقف البلدين فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي لن يتوانى عن بذل كل الجهود الممكنة من أجل الدفاع عن الغضايا الاستراتيجية التي تمثل الأمن القومي العربي وفي مقدمتها مواجهة تدخلات الإقليمية والخارجية في الشؤون الداخلي للدول العربية فضلا عن دعم مساندة الحقوق العادلة والمشروعة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في أزمة سد النهضة وسعم البرلمان العربي على تسخير كافة أدوات الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم الجهود العربية والأغلبية والدولية لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة العربية وخلال جلساته اليوم كرم أعضاء البرلمان العربي رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومنحه وسامة تميز العربي نظرا لدوره البارز في تطوير العمل البرلماني والدفاع عن القضايا العربية في جميع المحافل الدولية وعقب تكريمه قال رئيس مجلس الشورى السعودي أن البرلمان العربي قدم رؤية واضحة للتعامل مع القضايا التي تمثل أمن القومي العربي سعيه الدؤو في توطيد العلاقات مع العديد من المنظمات والاتحادات والهيئات البرلمانية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي بما يعزز الدبلوماسية الرسمية العربية كل ذلك انطلاقا واستشعارا بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقكم في البرلمان ولتقديم رؤية عربية وانموذج موحد يعالج جميع القضايا والتحديات ويتعامل معها بكل مسؤولية عاد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له إلى القاهرة وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكنغو الديمقراطية ودولة السودان بدأت الزيارة بمرسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرص الشرف والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنظيره الكنغولي الفريق أول مبالا موسينسي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكل البلدين إلى آفاق أرحب كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكنغو الديمقراطية حيث نقل تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين ووقع الجانبين خطاب نوايا لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين ثم توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة السودان الشقيق حيث التقى خلال الزيارة بالفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة واتفق الجانبان على تعزيز أواصل التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري المشترك وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافق في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل البلدين من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين أؤكد على أهمية التقسير والتعاون من مصر والسودان في القضايا الاستراتيجية زاد التأثير على الأمن القووي لبلدين لأن أؤكد اقتراضة مصرية وتفعيل توجيهات السيد الرئيس على الفتاح السيزي والسيد الفريق الأول محمد ساكي القائل العام القوات المسلحة للتعاون مع الرؤى والمطالب الأخوة في السودان لتطوير التعاون العسكري في كافة المجالات وبما يحقق الأمن القووي في توداته وأن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السوداني في كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المصالح المشتركة لكل الشعبين الشقيقين دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا فورا وأكد قادة الاتحاد في ختام قمتهم التي عقدت ببراكسل ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل وأن تكون نتائجها مقبولة من الجميع من ناحية أخرى أكد قادة الاتحاد الأوروبي استعدادهم للتعاون مع تركيا في المجالات التي تحقق مصالحهم على أن يكون هذا الحوار مرتبطا بما ستقوم به أنقرة من خطوات إيجابية كما عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن خيبة أملهم بسبب عدم موجود إشارات جدية من روسيا تدل على نياتها بالتوجه نحو علاقات بناءة مع أوروبا انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى الدعين للحفاظ على التفاوض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود من دون المرور بدمشق وهو الأمر الذي ترفضه موسكو وأكد أمام مجلس الأمن أن المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية كما شدد المبعوث على أن الاستجابة الواسعة للنطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات العرقية عبد الحسين الهندوي التزام الحكومة ومفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقال الهندوي أن مفوضية الانتخابات والحكومة قطعت أكثر من نصف الطريق باتجاه إجراء انتخابات في موعدها المحدد حيث انتهت المفوضية من تسجيل الناخبين وتحديث السجلات وتسجيل التحالفات والكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات دعت الخارجية الامريكية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة أطباء بلا حدود بإقليم تجري الاثيوبي وأكدت الوزارة أن الحكومة الاثيوبية تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني كان فرع منظمة أطباء بلا حدود في إسبانيا قد أكد أن القتل هم إسبانية وإثيوبيان وأوضح أن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين إلى أن عثر على جثثهم ونددت منظمة أطباء بلا حدود بقتل هؤلاء العاملين وصفة ذلك بالاغتيال الوحشي كما نددت الخارجية الإسبانية باغتيال العاملين الثلاثة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة تقديم الدعم لأفغانستان على الرغم من انسحاب القوات الأمريكية وأكد بايدن خلال لقائه بالبيت الأبيض الرئيس الأفغاني الشفغاني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله أكد أن الشراكة بين واشنطن وكابل مستمرة مجددا للتأكيد على الالتزام الأمريكي تجاه دعم المحادثات الأفغانية الداخلية من جانبه اعتبر غني قرر صحب القوات الأمريكية خطوة استراتيجية تؤشر لبدء مرحلة جديدة في الشراكة الثنائية وقد اتفق بايدن وغني وعبد الله على ضرورة الوحدة بين القادة الأفغان لإعادة السلام والاستقرار في أفغانستان أكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية على أنه على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير لضمان استمرار اتفاق المراقبة على منشآتها النووية جاء ذلك بعدما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران برد فوري بشأن اتفاق المراقبة مشيرة إلى أنها لم تتلقى ردا من إيران بشأن عمليات التفتيش بعد انتهاء مدة الاتفاق كما عشرت الوكالة إلى أهمية مواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران من جانبها قالت تهران إنها غير ملتزمة بالرد على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنها لن تعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية والتحقق من ذلك حكم على الشرطي السابق داريك شيفين بالسجن 22 عاما ونصف العام لقتله الأمريكي جورج فلويد وهي عقوبة ثقيلة تاكس الصدى العالمي للمأساة من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكم بالسجن على ضابط شرطي سابق في مينابولس بتهمة قتل جورج فلويد العام الماضي بإنه عادل كما رحب محام عائلة فلويد بالحكم التاريخي الذي يقرب عائلة الضحية والولايات المتحدة من المصالحة بعد 13 شهرا من الإطرابات هذا وقد قتل الشرطي فلويد في مينابولس بخنقا عندما ضغط بركبته على عنقه ما أثار حركة مناهضة العنصرية غير مسبوقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم إلى استراليا حيث أعلنت رئيسة وزراء ولاية نيوستاب ويلز جلاديس بريج الكليان أنه سيتم فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني أكبر مدن استراليا لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم وذلك في محاولة لكبح جماح ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا جراء السلالة المتحررة دلتا شديدة العدوى يشار إلى أن السلطات الاسترالية كانت قد فرضت أمس إغلاقا على أربعة أحياء في وسط سيدني ثم قررت توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل كل أرجاء المدينة البالغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة من جانبي أكد عمدة العاصمة روسية سيرجي سوبيانين أن موسكو تعيش جائحة كورونا من جديد معربا عن اعتقدي بأنه كان بإمكان موسكو التغلب على الجائحة لو لا ظهور السلالة جديدة للفيروس وشدد على أن وقف تفشي الوباء بموسكو يتطلب إجراء حملة تلقيح سريع أو إغلاق المدينة أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا معلوماتيا صلت الضوء فيه على الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 وأوضح المركز أن موازنة العام المالي الجديد تعكس توجيهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم ولتعزيز جهود بناء المواطني من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم والفئات الأكثر احتياجا وتأثرا بجائحة كورونا فضلا عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه بما يدعم الاقتصاد القومي أكد محافظ القاهرة لواء خالد عبد العال أنه يجري حاليا الأعمال النهائية لمدينة معن بديل العشوائيات بحي السلام ثاني والتي تعد أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية للمواطنين جاء ذلك خلال تفاقده يرافقه المهندس ساخال صديق المدير التنفيذي لصندوقات العشوائيات للمشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتكون سكنا لقاطن المناطق العشوائية غير الأمنة وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع مشيرا إلى أنه تم تنفيذ كامل الوحدات السكنية وشبكات المرافق وأعمال الأرصفة والإنارة والبرجولات كان محافظ القاهرة قد تفقد خلال الجولة منطقة الورش والمسجد ودار المناسبات والمركز الصحي والوحدات الصحية الجاري تنفيذها جدير بذكر أن المشروع يتضمن 134 عمارة على مساحة 61.8 من 10 فدان بإجمالي 4416 وحدة سكنية أكدت الدكتورة هالزايد وزيرة الصحة والسكان أن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات المؤشر الأساسي لنجاح منظومة التعليم الطبي المهني جاء ذلك خلال اجتماع عقدته زايد عبر الفيديو كونفرنس لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية بجميع المستشفيات ووجهت زايد بضرورة تطبيق أساليب التعليم الحديثة لمتدرب الزمالة المصرية واستحداث تقصصات زراعة الكلا والكبد والنخاع ببرنامج الزمالة لتلبية احتياجات المرضى كما أكدت زايد أهمية تطوير المجالس العلمية وصق لها بالكوادر الطبية المتميزة ووجهت بتخصيص حوافز للأطباء المؤهلين في التعليم الطبي المهني أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أهمية تطوير كافة المجازر وفق منظومة حديثة واقتصادية لإدارتها وتشغيلها حفاظا على استثمارات الدولة في هذا الملف بما يسهم في توفير لحوم آمنة وصحية وتوفير فرص عمل وتقليل الاستيراد قال شعراوي أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد دس النظم التكنولوجية وأشار إلى أنه من المخطط تطوير ستمئت مجزر مع مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر اقتصاد الثانيتي أهلا بكم قالت مصلحة الجمارك أن وزير المالية دكتور محمد معيت اتخذ إجراءات للتخفيف من أثار جائحة كورونا منها إعفاء العالقين من أي غرامات أو رسول التي تتعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية ومنح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضاء التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة وأشارت المصلحة التابعة لوزارة المالية إن هذه السلع تتضمن الأقودة والمواد الغذائية والمطهرات ومنتجات الصحة العامة ومستلزمات الطبية فضلا عن الشحن السريع للبضاء القابلة للتلف وأشارت المصلحة إلى أنه تم التوسع في استخدام نظام التخليص المسبقي من خلال زيادة عدد مراكز التخليص المسبق وفقا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع منح مزايا للمتعاملين بهذا النظام قالت تقارير إعلامية إن إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات المالية النقدية للبنك المركزي وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة جائحة كورونا تأتي تأكيدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي صاغته العقول والأياد المصرية مما ساهم في تحقيق الاستقرار في معدلات التدخم للبلاد أشارت التقارير أن شهادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد جاءت بمثابة إقرار بنجاح الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا من خلال تيسيرات نقدية ومالية حكيمة وفي وقتها الملائم مما ساعد على تخفيف تدعيات الأثار الصحية والاجتماعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والقدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين وتحقيق التوازن المطلوب لمجالات الإنفاق كشف تقرير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر عن تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع منذ تولي رئيس السيسي المسئولية حيث أتاح الجهاز أكثر من 32 مليار جنيه كقرود للمشروعات الصغيرة ومتنهية الصغر بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل هذه الفترة جاء ذلك في تقرير سبع سنوات استقرار وتنمية والذي يتضمن أهم الأنشطة التي نفذها جهازه خلال السنوات السبع الماضية وشهد فيها هذا القطاع دعما غير مسبوك من القيادة السياسية أشار التقرير إلى أنه خلال الفترة من أول يوليو 2014 وحتى الحادي والثلاثين من مايو 2021 قام جهازه تنمية المشروعات بدخ تمويل لنحو مليون واربعمائة ألف مشروع صغير ومتنهي الصغر أتاحت ما يزيد على مليوني فرصة عمل كما قام بدخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتنمية المجتمعية والتدريب اجتمع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس الهيئة التنمية الصناعية مع مسؤولي إحدى الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار الصناعي في مصر حيث تم دعوة الشركة لزيارة المناطق الصناعية المختلفة في مصر جاء ذلك على هامشي مباحثات موسعة عقدتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مع وزير الصناعة والتجارة الروسية دينيس مانتروف على هامشي ترأسهمها لاجتماعات الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو كما عقد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية اجتماعا مع مسؤولي للتحاد الاقتصادي الروسي للتعاون مع الدول الإفريقية ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستويتها منذ أكتوبر 2018 مما دفع مزيك خام برينتو الخام الأمريكي الخفيف لتسجيل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بدعم توقعات بأن يتفوق نمو الطلب على الإمدادات وأن منتج أوباك بلس سيتوخون الحظر في إعادة المزيد من الإنتاج إلى السوق اعتبارا من أغسطس المقبل وارتفعت على عقود الأجلة لخام برينت بواقع 62 سنة إلى 76 دولار و18 سنة للبرميل عند التسوية بينما زاد خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنحو 75 سنة إلى 74 دولار و5 سنة للبرميل فيما يعد أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ أكتوبر 2018 تحظى السكور بمكانة خاصة ورفيعة في منطقة الشرق الأوسط خاصة الجزيرة العربية ويستخدم العرب السكور لأغراض الصيد ومن بينها السكر الحر في روسيا سعى مركز لإعادة تأهيل الطيور البرية إلى تكاثر وحماية السكر الحر باعتباره أحد أنواع السكور المهددة بالانقراض ولأجل إعادتها إلى البرية يحضر المركز اختلاط البشر مع السكور ومع فراخها الصغار فقط يمكن الاطلاع عليها عبر نافذة صغيرة ويقول علماء الطيور أن أعداد الصقر الحر انخفضت خلال الخمسين عاما الماضية بنحو ستين بالمئة ويخشون من انقراض هذا النوع القوي من الطيور الجريحة في غضون عشر إلى ثلاثين عاما نهاية الثانية وهذه أبرز العنوين البرلمان العربي يتبنى قرارا مؤيدا لموقف المغرب في قضية الهجرة غير الشرعية ويؤكد دعمه لحقوق مصر والسودان في مياه النين رئيس الأركان يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للكانغو الديمقراطية والسودان بالتأكيد يمكن لحضراتكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني نشكر لحضراتكم تيم المتابعة شكرا محمد إلى اللقاء اشتركوا في القناة